اشتركوا في القناة على الباش فيسبوك راديو ايافام واحدة واحدة مستمعينا في الكايسات رابعينكم كل الناس اللي تابعنا من خلال الخدمة والأعمال المتاحة كلام رمضان الانترفيو ينطلق توتسويت ذيفتنا في الجزء الأول من الحوار عن مسلسل رجوش في قناة نسمة اليوفي البارح في الحلقة الـ 18 إخراج عبد الحميد بوشناق وبطولة عدد من الممثلين من بينهم أروا الرحالي أهلا وسهلا عسلمة مرحبي صحة شريبتكم نسكل صحة شريبتك أروا دجال إجابة متاعك جاوبني مباشرة على السؤال الأول برشا يبعثولي يقولولي يا أخي عيدة هل هي فعلا من الصم لبكم ولا لا وي جاوني برشا أسألة شو وي لي لي شو لي 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 حابيتم قولك وي جاوني برشا أسألة من نوع هذا خلتكين وي بمشكلة كبيرة لي لي أروا تتكلم أما علقت لك أي جاوني برشا أسألة من نوع هذا يقولولك فعلا أنت من الصم لبكم وإلا يخي أنت تتكلم يخي أنت ما تتكلمش كيفش عملت أي أسألة من نوع هذا جاوبهم كين جاوبهم بالكتيبة مكش بش تقنحهم لازم كدد مساج بوكال أو أكثر ساعات نجاوب وساعات نضحك وكهو وساعات تتعدى دونك أروا الرحالي هي من الممثنين الفيلم ما سرح قبل كل شي كيف عدد من الممثنين اللي مع عبد الحميد وشنان زو ما لقي دجالي في العمل وقبل تياتر وستوديو بدت مع دار دراماتيك الكيف بدت صغيرة شوي مع بحر الرحالي اللي هو الوالد البحر الرحالي الله يرحم من منصف السويسي والبحر الرحالي اللي هو الوالد في دور عباس في مسلسل رجوج أول شخصية اللي نشوفوهم من رجوج في العاصمة هما العيفة وعباس وأول شخصية نبدأوا بها من رجوج الكاميرات نمشي لها هي شخصية عيدة ثم نسيمها ثم نكتشفو باقي الشخصيات فيها رمزية إنها الروح متاع رجوج رجوج المكان رمزية الروح متاع المكان هو في وسط العمل برشا نجمو نشوفو اللي عيدة هي الروح متاع المكان أمام اللول اللي مكانتش الرمزية غادية إذا تحكي على تيزر بيسور لي لي جوست هما معانتها لتخيو ظهروا مع بعضهم دونك إذا كمانسي بار عيدة نسيمة وبعد ووضح لكن بعد في باقي الحلقات حسو كأنها روح العمل حتى في موتها خاصة كان رجوج تقلبت حتى لي مكانش يتعامل معها عمرنا مارينيه في مشاهد معها مباشر تلقاه متأثر على الوفاة متاع عيدة الموت متاع عيدة ما كانش موت عيدة كهو كشخصية ما كان عنده دليل الأخرين هما موت الموت اللي قاعد يسل لنساء الفلاحات اللي يمشيوا في الطريق بالحوادث المرور المرأة العام اللي صار في سيدي بوزيد في تونس في 2019 مثلا دونك أي خذاء بلوخ كبير الموت متاع عيدة دونك خطر هو افكتف من معانتها من الأحداث القادحة اللي حرك ريتم آخر في المسلسل تمجيد متأحدث ديجا سايرة ومبعد موت عيدة اللي هي الشخصية اللي كانت قريبة للناس الكل كانت محبوبة من العبيد اللي دايرين بها الكل صحابها ولا دونك أي الوصول إلى دور عيدة صدفة ولا من الأول عبد الحميد مش ناق خمم في أروا الرحالي ولا في آخر المطاف كيفاش كيفاش وصل الأروا الرحالي لدور عيدة منعرش شنو منعرش أبخي إنه منعرش كيفاش وصل الأروا الرحالي أنا نجم نحكي لك على المرحلة اللي كلمني عبد الحميد على دور عيد كيفاش وصل ملي كلمك عبد الحميد مش ناق ولا أي كلمني على دور عيدة منذك النهار تلي حكيلي على الشخصية عملت روحي منيش خايف عملت روحي نور كي إنك تقبلتها عادي كأي ممثلة كم لا نخدم فيه الدورة ذاك كأي ممثلة ويرال نخدم نحضر في حياتك في انتراجك في المحيط متاعك ما تعشرتش مع شخص من الصم البكم يعني مش قدامك ياسر الصورة ما تعشرتش ديغيكتما أما عندي معنطا أقرب صديقة ليا خوها من من الصم البكم لذلك تحكيلي عليه وشفتو نتصورك فيه ما تشفتوش ديما تحكيلي عليه وتحكيلي كيفش معنطا إلي سوغلاليفر وكل شيء لذلك عندي فكرة أما أنا لا أقتصرتش على هذا كمان أنا الحقيقة واحدة واحدة مشيت لوشت كيفش خلطت المرحلة إتقان الصم البكم فهم كلمات نسمع منهم مساعدت شوية فهم إيماءات حركات كيفش خلطت لإتقان هذا مشيت شفت يعني من الصم البكم مشيت إلى مكان معين لا لوشت لوشت سوغ انترنت سألت صحبتي أنا اخترت نوعية معينة هم الناس كيميقات اللي يقرأوا على شفيف دونك هما ينجموا إيسان كباب بشي خرجوا كلمات صغار ما ميقتصروش أونيكمان على اللونغ ديسيني معنى فهمت وهذا ما منعنيش زادة إني نتعلم حركات متاع اللونغ ديسيني خطر استحقيتهم هو حتى الصم البكم عندهم لغة تسمى لغة الإشارة وعندهم حروف فيها يعني نتابعوهم كذي أبجديا مشيت لهنا مشيت مشيت غادي سيخطوه وقت اللي كانت عيدة في وسط عائلتها خطر اللي الثلاثي من الصم البكم ولي معنى الخالم تعيدة اللي في رجوج هو من ذوي الاحتياجات الخاصة دونك هو ما هو صم بكم دونك عاودنا برشا ورانا برشا حركات استعملناها في الكوتيديان مطيعنا كيما خدمة نحبك نحكي معنى خديت من عنده الحاجات اللي نجم إنا نستعملهم برشا في الخدمة آآ اللي مثل معاكم في دور الخال هو من الصم البكم فعلا اي دونك ستيان كاستينج دوسيد دولا بعد عبد لحميد بوشنيك قرر انه يكون معنا إنسان موجود كاببل بشيوارينا وجيب دجا مترجمة معا هي اللي عاونتنا لكن الوالدالي هي ممثلة 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 تبعا اللي شفناها في أكثر من عمل سهل ياسر حضور يعني شخص عنصر نصم البكم معاكم سهل لبرشا حاجات إنا نحب نقولك اللي كنت عندي نعرف اللي سيكونس اللي بش نصورهم والأحداث اللي بش تعدى بيهم عيدة السيكونس متاع العركة اللي مسارت بينها وبين أمها في الدار كنت من أكثر اللي سيكونس اللي مخاوفيني بعد ما شافتها معاملات معانتها اللي سيكونس الأخرين مخاما فيهم كنت عارفة اللي أنا بش نجو اللي مخاوفيني السيكونس كنت في خاوفتني برشا عركة بلش كلام كومنيوكاسيون وفيربال كيفاش صارت تعاودت ساعة برشا مرات لي مرة مقين تعاودت مرتين على خطر تو سملمنا فى دو بخيز ونحاوف موش تعاودت بلان هيدا وبلان هيدا والقرار انه مايسيرش هونالك ترجمة معانتها كان من عند عبد الأحميد على خطر ونرى اليوم اللي هو قررت كي برشا خطر ديجا مستعملناش ديسيني صعاب معانتها حركات ماهمش من الحركات الصعاب وعيدا عاونت خطر تقول خدمات ما نحب شو سيبني يقولهم سملم بكم الكلمات هذو هم اللي يخرجوا من عيدها شوية السوفيان اللي معانا يقول وقتها يقول لي احكي معاها ام ام معانتها اي يقولهم اي يقول خطر مبروك انه ينطق بعض الكلمات عادي لانه هو ميش ناسم البكم هو من المجانين العيفة لسينو مقصوص فيخرج بعض الحروف لكن قعدنا حايرين في شخصية عيدها هل فعلا يخرجوا الكلمات هذوكم يخرجوا يخرجوا قال ليك علشي نقود القبل ما نبدأ نعملته ناج عملت غشيخش وشفت اللي افكتب من الناس اللي تقرع لشفيف هم هم الناس كيسون كفابل بشيخرجوا بعض الحروف اللي نجم يوصل لك بيها ساعات شنو يحب يقول معتها اللي تأكد منه انه الحروف اللي تتنطق من 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 الجريج معني ههم ينجموش ينطقوها مع هي حا خا هم عليش خطر يقرعوا على شف دونك يقول سي مي دونك نجم يفهم اللي في اخر شفيف ينجمو يخرجو على ذيك تقول بوبة ما تقولش محبوبة فهمت خطر ترا في محبوبة ترا كالبخنونسيسيون بتاع البي دونك هذي ككل لوجنيه بطبيعة لوجته باش ما نتيحش في الخدمة الغالطة بوبة مبروك جايبها من عند عيدة من عند عيدة فاما مشاهد زليت ببعض الكلمات فعودنا يعني غلط تخرجت الكلمة فاما مشاهد اللي هو دار برشا اللي مع الديناري مع الديناري اه اتكلمت تراها خلنا اسمعوها اه تراها خلنا اسمعوها اعطينا المشهد اللي فيه ديناري محبوبة وعيدة يلا البكوش هذي مش فيهم فيش جاعة تقول ما ترجملكش خيء وقيلة جاعة تقول في كلام العين اه ام 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 هذي على ام 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 هذي كلها على ابوك اه ام ام هذي بس ام ام في المشهد هذا خرج بعض الكلمات خرجوا بعض الكلمات كيفيش خرجوا بعض الكلمات شنية ديناري انا خطر انا كان مطلوب مني اللي انا انا متغش عليها برشا باش نسبو من غير ما نوصل انا شنو قاعد نقول دونك لقيت روحي ساعات ننقله معناتها في غش وفي عرفت في سيتيواشيون تكلمت دونك تعاودت سيتيواشيون 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 انا وميلاد ناكلوا في البرغن لقيت روحي نتكلم ساعات اذيك تعاودت اما السيتيواشيون لا تعاودوش رغم انو العركة لي مثلتك اكثر ستريس يمكن قبل ما تصور او مخرش فيها كلمات متنجا مش تخرج كلمات على خاطر انا نعيش فيها العركة سامتة قاعدة نعيش في عركة سامتة ومش خاطر انا متجاستة الشخصية وكهوة ما لخاطر ديجا معنا سوفيين خالي اللي هو موش يسمع فينا دونك لازمني نقتصر على الحركات بشي نجم يفهمني مخرش فيها حتى كلمة بعد الفاصل نسرك في فترة تصوير العمل يقولك الممثل الشخصية تقعد معها هل كنت تروح معاك الشخصية وبالصمت هذيك الكل ولا كنت تجرد منها بعد الفاصل نرجع معاك في حوارنا مع أروا الرحالي أحلى غاديو العشرة وعشرين دقيقة أرجعنا معاكم في حوارنا مع أروا الرحالي عن مسلسل رجوجة هل أو سلام جديد أروا قبل الفاصل سألتك الممثل يقولك يروح بالشخصية معاها في يمات التصوير حتى يزيد يتمكن منها في فترة التصوير وانت الشخصية من الصم البكم غير ناطقة كنت تروح بالصمت هذيك بالسيلونس هذيك مكنش تتكلم ياسر في اليوم متاعك عادي لازمي نعيش حياتي عادي عندي عائلتي نمشي نخدم في المومان أوف معاها لجوغ أوف متاعي مشي نخدم ما أثرتش يعني لأنك أنت يمكن خاطر المواثر يتقنها حتى هو مش في وقت الترناش وهو جاي يبدأ ساعات يحاول في الغزرة في المشية في كذي فيمكن تقعد منه وانت لما قعدش معاك خارج استعملنيها لكثر في التفادليك لغة الإشارة بديت في القرن 17 بديت مع الأطفال اللي هما صموا البوكم مع العائلات الأثرياء يعني صغار الأثرياء اللي صموا البوكم اكتشفوا لهم لغة الإشارة بشي يتعاملوا معها وعمل في 751 تم إنشاء أول مدرسة عامة للأطفال الصموا البوكم في بيريز قد يكون مع عرش عبد الحميد ربط بالمدرسة وهنا إنشاء مدرسة وانتي منصورش عندك المعلومة هاي احنا اللي نبحثون نحاول نلقاه بعض الروابط اللي كيمها كي نحب ننسلك ما أنك تبعت شوية الصم البوكم هل يعانيوا من ضغوطات نفسية داخلية لأنهم ما يعبروش ما يخرجوش الكلمة كاملة الشعور كامل فقط بالحركات وقد تكون الحركات غير كافية بش نوصل لك شعور هما الضغوطات يعيشوها مش من الانديكاب اللي عندهم معدى خطرون ما قدرين يعيشوا بيه كما اليوم شخصية عيدة هي شخصية تخدم تتجاهد تحب تتحب تعيشو بها هكيكا كيف كيف اللي عايشين هما فاس للسوسياتي اللي نتاعنا احنا معدى خطر احنا ما نفهموهمش وما نحاولوش مش نفهموهم وفاما كلايم كما كنا نحكي وفاما كلايم ما يقبلوش اليوم عندهم مشاكل انهم يدخلوا يختاروا الخدمة اللي يحبوا عليها مش الوظائف الكل متاحة ليا هذي 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 اللي نسمع من الانفيرون مو بخش كما قلت لك بيلا صاحبتي يقول لك قادر اني نعم برشا حاجات اما صعيب تكون معاهم فما مدارس بالذمه لهم هما اني مش قادر بشيقة روحوا يقرأ في مدرسة عادية دونكو مش القدي في كلتين هذو هما المشاكل متاحهم اما هما قابلين قابلين وعم تعايشين مع الحكاية معناها ما هيش ما هيش بستاكل عيدة تقول الميلاد نحبك عيدة تقول الميلاد نحبك هو يقول لها تحب شعور ولي تتكيف يا عيدة تتكيف يا عيدة فهنا مشكلة في انها توصل للشعور مثلا مثلا اي ورهو جوزت للمعلومة كلمة نحبك ما فهماش كان هيدا معنطها فهم برشة حركات الكلمة نحبك هي لغة الاشارة كل دولة تختلف كل ولاية كل ولاية تختلف معنطها ما نوصلوش للدول معنطها من بنزارت لبنجردين ما يحكيوش كيف كيف يعني نفهم انه لغة الاشارة جاية من اللهجة من اللهجة العادية وديجا اللي لاحظت وزيدة اللي هما يقولوا love love فام يحكيو معنطها اللغات الكل يخذوا من كل البلاد السيني اللي هما يساعدهم فهمت وكا احنا كيخترنا هذي ستزيدة انشواء ماهم عطونا برشة حركات متاع الحب الحقيقة منذكرهمش الكل لكن اخترتوا الامائة هذيك والحركة باليد هذيك في الميميك شوية اللعبة متاع شخصية عيدة يعني تعامل بالحركات فيه الميميك شوية يعني يجي من المسرح كده تحب تقولي اليوم المسرح عاونك بش الميم هو الميم هو لنسمة عرش يعني تتفاعل بصمت بحركات متنوعة عيدة عيدة لازمها تتفاعل ببدنها لازمها تتفاعل بوجه بش تنجم توصل المعلومة مثلا هو في رجوج نسيمة محبوبة بركة يفهمها هي حتى لي حبته ما هوش قاعد يفهم فيه ما تا ما يفهمهاش مش مية بالمية بعد ولا يفهمه بعد بالاستينيس شوية في أول المسلسطة يقول هذي اش قاعدة تقول هذي هي تعارك فيه ويقول اش قاعدة تقول دونك اليوم لازمها عيدة تستعمل بدنها تستعمل وجهة لازمها كي تتغشش تظهر اليسر هي متغشها بوجه كي تفرح كي تضحك لازم الاجزاجير بش توصل مش الاجزاجير اسيان منعرش انا مريتيش عيدة الاجزاجير تخو بش وصلت معتا بوجه هكا معنتها لي اما لازم هتوصل معتا كي تتغشش ميزمهش كي مع عركة الدينيري مثلا معنتها الرياكسيون متاع نسيما مش هي بيدها الرياكسيون متاع عيدة على خاتر نسيما قلبي قتلوا ثبتوا عايت عيدة لي دونك مش تلقى تستعمل في بدنها الكل بش تخرج الموجود مش تلقى تبيلغ في الحركة اكثر بش توصل صوتها يعني النص الغايب منطوق المسرح عاون المسرح عاون غروتوفسكي هو يحكي فعلا على مسرح الجسد الاسلوب متاع مسرح الجسد الهدف متاع يزيل الحاجز بين الممثل والمطلقي عيدة حسيت انه الحاجز تكسر بينك انتي والمشاهدين والمطلقين من عشرين يوم التالي لليوم اي انا الرائل هو تكسر على خطر عيدة تقبلت كما هي هما يضحكوا مع انت انا الرائل حتى في الببليك يضحكوا على ميليت كيفش ما يفهمش عيدة على خطر ما فهموها فهمت هي مفهومة عيدة مفهومة من صحابها ومفهومة من الببليك من المطلقي دونك تكسر الحاجز زي من غزراتها من التالي في الكرهبة بدينا نفهمه قبل ما توصل هي تعبر انه فما حاجة تجيه ميليت فما حاجة مش من الكرهبة حتى من اللي بدي يعطي فيها في حقها وقت لي تحب فلوسها وهو يمدلها فلوسها مغي ما تعاركه دونك فهمت اللي هو انسان حنين مش كما ميليت يظهر معنا فهمت لفيل كوتيل فيه اللي مراه حتى حدا ذيك قلها عيدة قلها عيدة قلها عيدة فهمت اللي ما فهمه حد معنا الإيماءات والحروف اللي تخرج شوي النغمة متاحهم مهم جدا التنغيمة متاع الحاجة اللي بش تخرجها الصوت اللي بش يخرج من عند عيدة التنغيمة متاعه مهمة التنغيمة مربوطة بالوضعية انا الراها والسيطواصي ما هيش حاجة تتعاود معنا مش كما تحكي مع محبوبة ونسيمة كما التنغيمة معاملات مش خط لينير يتغير اي طبيعة ما يزمج سينوها تولي مقلقة نتصورها تولي مقلقة مينجا مش عبدي كو لينير معنا كيلكو سواء يتكلم ولا ما يتكلم مش معنا انتي والإموسيون والي يعيشها معنا فهمتر والانتي والشخصية زي ده مثلا نلقاه عدلي الاختيار انو التنغيمة متاعه يكون لينير مستوي ديما فرد ريت باش الشخصية تكون بالتواصل لانو الشخصية ديكا ما يوقف حد ديما مباشرة واذا كان يوصلت له في اخر الحلقات بعد موت عيدة نعود نشوفوها خيال تشتح مع مابروك الشخصيتين الغير نطقين اي والنعرش تفاهمت الحكاية والليه مابروك شايفها وزيدة وراء ونسيمة ومحبوبة يغزروا المابروك عارفوه ما نعرش اسكشفوها ما شفوهيش ما نعرش بمعرفتهم بمبروك احنا ليوصل لنا ولا ليوصل لي انا علشان ما حكي باسم الاسب كل اللي يوصل لي انا انو بمعرفتهم بمبروك فهم وانو هو تعدي تخيل في عيدة بالسطحة يمكن ببختون احنا في المسلسل مره وش عيدة وتشتحي ومبروك بالكل حتى مره حتى الكمتاكت متاحهم عندهم عندهم لعبة يلعبوها باليدين كل ما يتقابلوا اللي هي ظهرت حتى في التيزر معنتها ظهرت برشا مرات كل مترا مبروك يلعبوها كبيدين بعضها اما مشتحنيش بخي عليش عارفوا اللي هو يشتح مع عيدة معني فهمت منعرش اسكو منعرش نيوصل للمتفرج في الشطحة هذيك معنها مبروك سيختن مو قعد يرا فيها اما اللي بنيت يرا فيها ولا لي منعرش ممكن مبروك بما انه الشخصيات هذوكم ساعات اللي يفقد بعض الحاجات يقوى في حاجات اخرين فكي انه يمكن اشتهي حاجة مع ملهيش مع عيدة في الوقت هذيك اللي هي اشتيح يمكن تكون الهدف هذي من اللي عمل مبروك بزهر متاع عيدة انه صديقتها المقربة تقريبا تحكي يسر على غيرها هي اللي هي محبوبة اي تحكي محبوبة محبوبة تحكي محبوبة فاتومة هذيك ازي دا الصعب متاع عيدة عيدة عليش انا قدتك وقت يحكيلي عبد الحميد عالغالو انا عارفة اللي اللاكس انتعي شنو نسيمة محبوبة ميلاد معانتها شخصيات مش متكلمة مثلا محبوبة مش متكلمة باركة محبوبة متسكتش تحلل كل شي تفن في كل شي تنيقش في كل شي وعيدة انتخلطان لازمها تظهر في وسط الجروب هذيك معانتها وقتلي تبدأ تحكي محبوبة ميزميش عيدة تولي سكيت هي لازم يكون حي سكيت ها مخدو دجا هي محبوبة فما دي سيكنس تخدمو وظهروا دجا حتى في المسلسل كي تبدأ محبوبة تحكي بالزر بعيدة تقولها مم شوية شفية فك معاناها خطرية بمتنجام تتقر عليه تتولي كي تقلق من المحبوبة تتلفت النسيمة بشتفسر لها فهمت ايما ايما الكنتخلق هذيك هي لخلقة التريو هذيك المحلة مبين نسيمة نسيمة ومبروكة وعيدة ياسمين ديميسي وفاطمة صفار تحياليوهم زيدة على المجهود الكبير اللي شفناها في العمل الدفينة متاع عيدة لون كنتي مم مم دودة ونسيمة تقصد ومبروك يجري كيفش عشتها في التصوير والله شو بشو قولك انا كيفش عشتها في التصوير انا عشتها مغمضة عين دكو معدها قعدت مغمضة عيني كما عيدة اللي كمارينيها معدتها مريتش نسمع اما منيش را ونقول حمد الله لنا مريتش حاويتش تسترق النظر حاويتش محبيتش على خطر انا كان عندي مشكلة اه منعرش خمامته في هولي اما انا في الزنزة متاع عيدة بحري رحالي كان موجود اي موجود يمشي معه دونك انا يسرجي ايفيتي اني را وقتها محبيتش تشوف ابوك الحقيقي كيفاش يشوف بنته في مشهد تشييع الجنازة مبيح دونك غمضت عيني لماكسيما ومبعد كي كماننا كماننا السيكنس ممشيتلوش على خطر كي انا حليت عيني نلقى اللي كين فما تأثر بطريقة بعد ظهور مش كين بحري اللي تأثر معنا الكل لكن هو بالخصوص اكثر هو نقاه قاعد هو عبلا حميد بعيد شوي قد ما هو انسان معتها نورمال موين قلت لفاق سيبتي ساس وني كان بخصوناج هذي عيد دونك سيتي انشوا مني اللي انا منحل عيني في الوقت يقول اكسيون اما بعد في الكوبي في الوف نقعد انا نرجع نحك انا ولعبير تاك اكسيون ما حبنا اسمع هبط نلقى ياسمين عينيها بدموع هيلا روزا عينيها بدموع معتها صارت فما في وقت معين معتش نفرز وما بين الشخصية وما بين اروت اتخلته حتى نتوم في اي اتخلطنا اي معاش نلوم وملع المشاهد زادا اي اللي ما عادش يفرق بين هذا وهذا والموال مشهد زادا كان مؤثر معنطها هي راهو مشكلة يرينيه مؤثر حتى نهارة التورناج كان مؤثر معنطها اخدت الموزيكا نسمع فيها زادا فهمين مش بش يصير كيفش الموسيقى تسمع فيها عبدالحميد يحب يحطنا في القعلب متاع تفينة فهمنا كيفش تصير ديكوباج متاع تفينة باش خطر هي ما كانتش عبيد ميشي وكهو نمشي وبعد تقفن سيمات يجي مبروك نجبدو الفولارة لكلها مربوطة بالموزيكا متى حمزة وقتها دونك اسمعناها في البلاتو واحنا نصور كين فد فينا صارت ان الموسيقى التصويرية تحطط تلكم وتمتمثلوا لا تحطط في العرس تحطط في العرس زمجري الحلقة الأولى اسمعنا الموزيكا الشطحة متاع لورال وزمجري في الوطية اللي غنت فيها عيدة اي في الأول حلقة الثالث حلقة الثالث الحلقات الأولى في الحلقات الأولى اما كنا كنزة ستيران شواء بنتاع عبدالحميد انو نسمع الموزيكا ساعات في التورناج مش نفهمه مش ندخلوا أكثر في الموندو متاع رجوج ومتاع الشخصيات متاعكم بحر الرحالي كان وظيفنا ويتل بارح قال عيدة كاينها البركة البركة متاع العمل هذي قلتلوا يمكن مبروك البركة قال لي لا مش المجانين هما بركة المكان اللي نبدأوا فيه لا الأشخاص الطيبين هي بتلك الطيبة اللي وصلت لنا مية بالمية مفهمة حتى شرور أخرى دفينة وسط الشخصية شرور ليه ما عيدة تتكلم ياسر على حقها و عيدة طيبة تحب العبيد اللي قرب منها برشة ما تحاول تضرها تحت أمال يذرها ويخذلها فلوسها منعرش كن الكتاه هذيك في الشخصية ظهر ولا لا معيدة تخدم برشة وتلم برشة فلوس وتخاف ما تحب فلوسها عيدة ويعرف صاحبت اللي عندها فلوس وقلي حابة محبوبة تاخد دوك تقتلها ما عنديش نجيب لك لنا ما عنديش بخطوية أكثر واحدة تبيع فهمت عندها يكون مظهرش برشة للكتاه هذيك في عيدة معناها أما لي هي طيبة برشة أما ما تسكوتش على حقها لو جيت تتكلم عيدة كانت تسمع يسر كلام في الحفاظ على حقها نتصور ره غادي ره غادي خطر في ساعة تتنرفز عيدة حتى على محبوبة كي ما تتفهم إيش قاعدة تقول عندها ره غادي معصابة في بناء الشخصية الممثل يحاول يعمل تاريخ للشخصية وحده ما هوش مكتوب ومين باب تحكي لنا عليه دخلت شوية قرأت ولا تعرضت لتنمر ولا لا العائلة متاحة متماسكة البو وينو هذي الكل وانتي تبني في الشخصية اش عملت فيه اش حاولت تتركب الروحك فيه اي خممت فيه هنا لازمني نخمم فيه على خطر البو وينو البو وينو نعرف نعرف اللي البوها مش موجود هي تعيش مع أمها وخالها نتوقع ذيك ده صورة واضحة بالنسبة لي اينا البوها من الصم البوكم ولا ما نعرفوش أتو كأمها ما تتفهمش معاها بالنسبة لها رجوج صحبيتها الخدمة عيدة تحب تعرس مثلا ما تحب تعرس بغاموخ غومانتيك عيدة تحب كي ترا كي شفت الناصر عجبها كي شفت يوسف عجبها كي شفت فهمت معانتها اي تعجب بالجمال اي تحب بالجمال عيدة تحب تعرس زيدة تحب تعرس بغاموخ بتدخ بتدخ ميلاد ما كانش حبا الاي اللي قلتها توا عيدة ام اي 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 بغرت لك عيدة اي حسيت اي 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 اتغرج هي الكلمة اي 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 بغاموخ مقولو اليوم ميلاد بغاموخ ما حبتوش هي بغاموخ شفت فيه فرصة منعرش منعرش احبت حبها لي وقلا بتدخ عرفتلي هو بش يقبلها كما هي او لانه الوحيد اللي يقبلها كما هي خاتر ما تنسيش تتعرض للتنامر هي عيدة راه ام في تاريخها متعرضة للتنامر حتى في اللي سيكونس اللي تعرضت ميلاكي مايفهم هيش يوسف يقولها بش نجيبو شانتي ويبدأ يعني في المبالغة بش يفسر لها نوع من انواع التنامر بالعمل قتله ما تفاهمنيش انتي بتعرش تفاهم حتى الديناري متنامر تنامر عليها يتنامر عليها ولو الديناري مش بالخصوص عيدة اللي يتعدى انا بيدي متنامر عليها كان ثابتو تنوقاه الديناري متنامر كبير اذيك بتبيعتو معناها ايما تعرضت للتنامر عيدة أما مواجهة وقابلة روحة وتجري على خبزتها وتخدم كل شي كما البنات تعمل الفلاحة تعمل خزف تعمل عروسات تعمل كل شي عيدة المفيد تحب تعيش وتكون وتعمل سنة ذهب وتحب الذهب بعيدة فهمت مع انتها اي بنيتها مبنية ذاك الكل محبيتاش تكون شخصية تسخف خطر ما زماش تكون تسخف وانتي تأدينا في الشخصية الهدف اليوصل للمتلقي شنو نحبوها تسخفنا تسخفنا لأي نتمهيو معها في كل شعور نبكيو ونضحكو انا دجا من الحاجات اللي دجا حكيت فيه منو عبد الحميد وكنت مقتنعة بيهم نخدم في عيدة وناسية اللي هي بيش تموت مهم الممثل وهو يقدي ما يخممش في نهاية الشخصية عالاخر سينو انا نتصور روحي اينا كاروة كنت نجم نكون حزينة على البرسوناج ما تبش تمشي هاي كان انك تهيئ فينا تهيئ ينجم حتى وجه يهيئ للحزن يهيئ اللي هي بمهيش بش تعيش سعيدة لاخرناها في حياتها فما دي سيناريست يميلوا دوباز يعني يقول لك الحلقة الاخرة والبرتي الاخرة الكل ما نحبش نعطيها للممثلين نتصور انا نتصور سيت ان شواب ينصير اللي نجم نعملو اما اناك حكيت انو عبد الحميد قال لي لازمنا ننسيوها الموت عيدة معناها وانا فهمتو خاطر ميز ميشت كنت سخف عيدة ميشت خاطري ما تخافش عيدة عاشت كما تحب معنا انتي كنت خايفة لبحير الرحالي يشوفك ويجي العين في العين وقت اللي انتي في تشيع جاناستك شفتو هو بان ماكياج اما هو مدمدم من عند لوريل حب نقول كلينا ما شفتوش في التورناج اما ريتو في الحلقة وكنت متأثرة بالتفينة متعيدة وحاسيت روح يتأثرت بالسيقونس انت عضرب عباس اكثر خاطرها جات جوستن بعضها في نفس الحلقة مذلة كانت كبيرة ليه اللي هو كان يخدم عنده وجعتني ياسر مصير وقتها من عند العبد اللي كان فاني له معنطا فاني حييته على خاطره فهمت ايه توجع مذلة خليتو حتى بعد في عرس بنتهم مين با عنده القدرة يدخل حتى كيسامحها وفرحالها مين با تخلق قابل الناس كسرتو شوتو متاع البرسوناج معنطا تعرق تحتو في نفس الحلقة ايه شوتو متاعكم في نفس الحلقة في نفس الموعد ايه طي العباس تعرق معنطا الفغتي القوية متاعو تكسرت وقتها وعيدة لكن طيحة حبت الناس فيها اكثر اللي هي عيدة وزادت حتى اللي ماعرفاش حبه احنا اللي فارقنا كير ايه يولي عزيز حتى ما نعرفوش نولي نحبه محلاك كان طيب كان كريم وانا عمري ماريت وانا اوه كانت يدو خفيفة محلاك وانا عمري ماريت باركنتر عباس كانت شوت الناس يمكن تشمت فيه اكثر هذا مصيرك لانا كنتي وقفت في شيرة الورال مش في شيرة ناعر عباس بخانتر سخف العبيد صحي نهارتها مصيره سخف هو الورال وفي بعض احيان سخفك على روحه اذيك اللي لاحظت وذيك التصوري لازم يصير ما فاماش اليوم نحنا كنا نعرف انه ما فاماش عبد شرير السون بخصان ما فاماش بختي فيه توجعو اليد لي توجعو معنى الورال عنده يدو لي توجعو عباس عنده يدو لي توجعو معنى مهما كانت قمة الطغيين معنى على الشخصية فامت دوك موجود موجود التعريط للبخصاناج ساعات في رقوج مشهد البحر الرحالي معباس بش يقتل بنته شاما بعد معرف انه رغم هي ما عنده حتى خطأ في اللي صار تم هي اختصابها من 30 سنة يزل مقرون ويقر انه يقتلها تفرجت فيه مخلطش فيه في التورناج لا مش في التورناج جريبت طبعت في المسلسل تفرج فيه ما كنتش بحدي وقت اللي تفرج في المشهد ستين شوى ما نحبش رعباس يصور علش خطر انا مرة ليتو يصور وجيت في السيكنس اللي هو في المرشي ياخه في الماكس كان هذكا ما نجمتوش ملأ انو بشقت البنت قلت انا شبيه ما انتهاش شبيه خايب عباس يا بابا شبيك شبيك هكا بابا كمان وليت قررت اني ما نتفرج في السيكنس دا عباس ومش حتى قرار انه يهما تقابلني ايه ما تقابلوش في المشهد ما نشبرد اكس احنا ما نتقابلوش بالكل دونك قررت اني ما نشوف مشهد شيما هاي ايه انو بشيقتل بنتو كتفرجت فيك فاش عشتو المشهد هذا الوالد اوكي في شخصية لكن قاعد يقتل في بنتو في المشهد في الاخر يعنقها اوكي انا السيكنس هذي كبن احسن لسيكنس عندي مالبين شيما اللي شاهدتو اذاك احسن مشهد اما ريت عباس ريت بحري في عباس وقت لي قلها ما تعرسش نبني الكسبتار احنا بحري ما يحبش بنتو يعرسو سيدي يحبهم بحذاء كيمة كيمة عباس اذي نقطة اللي يشتركوا فيها اذي كان نقطة الوحيدة الوحيدة او اي الوحيدة 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 ما يشبه لهش عباس حتى طر ما يشبه لهش انا واكثر ما شد اضحكتو فيه ولكن فيه كواليسة كطريفة في رجوش بتفكروا سامحني عبدالعبي اكثر من غي قطرة سامحني عبدالعبي هنهو المشهد هو مشهد هو مشهد ما تعديش من بعض تعديت منه بختي اي اللي وقت لي عيدة ونسيمة ومحبوبة بيتين بحذة بعضهم ويسألوا فيها على ميليت ام بي قبلها فامة بختي اللي احنا اضحكنا فيها برشا مرات والحقيقة تلمون ما نجمناش نرجعو من الضحك نح 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 اينا محبوبة اينا وفاتنو ياسمين وطلبير حباركا نحكيو عليها السيكونس هذيك انا الضحك الهستيري اللي ضحكناه عبدالحميد منذكر منو الضحك معانا ضحكو الكل بعد شا دريت منخرج بدايق لك اي بدايق كلهم قلقوا حتى اللي كيبتك شو هو اللي خلها الضحك الهستيري هذة احنا وقته سانسي نخلقوا ذكريات ما بين عيدة ونسيمة ومحبوبة على خاطر هي السيكونس الوحيدة هذيك اللي تبيت بحذيهم عيدة ما تماعني جدي سيكونس هذي دوك قلنا بش تبدو تضحكو تعملو جاو اما كنت لقى اينا وفاتنو ياسمين بش نعملو رويحنا عامنين جاو بش نعملو جاو بالحق معانيها تحنا فلي فضيخ مع انتها نصي ما عاش ناجم ما نجمنيش مقاصي ناش ما سامحنا عبدالحميد عبدالحميد خطر بشاهبة هذة المشهد المحظوف من رقوش والله جاعت نحب الراه اما ما منذكرش قلنا زيدا في السيكونسي اي ستحكنا برش ظروف التصوير في جوكار غديك كيفاش كانت؟ الحقيقة بردة في جوكار نعم، جاءونا أيامات برديل، نتذكر برشا أيامات برديل، نتذكر برشا أيامات سخان زيدا، وقد احنا نخدم في المرمة، وركوردوك لقارونا لابسين كبابت، بنيت، كشكول، وسخانة، هكا الشمس في وجوهنا، أما باللي كونديسيون ذيكا كانت رائعة لحقيقة، مزيينة برشا جوغار أكثر شخصية استمتعت بها وانتي تشاهد كمو شاهدة، مش كزميلة كمو مثلة عاصم بتوهيمي قالي استمتعت أكثر بشخصية الصامتة عيدة عاصم بتوهيمي بشخصية عدلي عيدة مبروك والعيفة أكثر شخصية انتي استمتعت وانتي تتفرج فيها ملسوا إقل هذه مش كومش نعتذروا من المنتج ليه لحقيقة تعرف عليش قوتلك خطر عمري ما خممت فيها، شكون أحسن شخصية نستمتع كي نتفرج فيها مش أحسن شخصية في التمثيل انتي نستمتع نحبها قريبتلي يمكن تكون خطر ما شفتهش وانتي تصور غريبة معانتها أنا توج موران كونت اللي أنا ما عنديش برهزيد ركس ألقان أكثر شخصية مستمتع بها وانتي تتفرج حسك لورال اي عزيز اي فما الديكوفيرت بعد اي الاستمتاع اللي حقيقة كل كيف كيف كل أبهروني أنا معاناها خطر راولي ترافل التورناج مش كيماليني نهم بعد معانتها في التورناج تتأقلم مع التسوير تعرف يخذ مقدمك أما كيت تتفرج في صحابك تقول شنوه هيدا وين كانوا معتها ما عنديش شخصيك اللي هي أكثر من الأخرى اللي هي على البقية بدين الحوار كيف جات عيدة كيف جات أروا الرحالي العيدة نختموه بأروا الرحالي بعد عيدة في رقوج اليوم كيف أروا الرحالي بعد عيدة أروا كيف معناها بعد ما قدت الشخصية هذي تشافت الناس حبوها أول ظهور تلفزي يعني يفرق لمباك تمتاعه على الحضور المسحي واللي يبقى ينجم سنوات وفيه إبداعات لكن الحضور التلفزي فيه كل إشعاع المختلفة كويوصل للديار أكثر وصل للديار أكثر عيدة تعرفت أروا رحالي أروا رحالي في دور عيدة حتى في الفيسبوك أو في الغيزو سوسيو هذا الدليل أن الناس بحثت على شكونيها لقدمت الشخصية أروا رحالي في دور عيدة أي الحقيقة معناها أنا فرحانة فرحانة بالرأي اللي قاعد يجيني أنا الحقيقة اليوم نهيدة مريد حتى رأي سلبي لا في الشخصية ولا في الممثلة بحد ذاتها دونك أنا اليوم كل تشالنج غايوسي الحمد لله الحمد لله يا ربي ويبغتان أنا خوفي كان في الثلاثة حلقات لولانين تاع الديفجيون تاع راجوج كنت خايفة برش خفت كيفش بشتتعدى الروح لكلها من المسلسل للشخصية المسلسل مش متعاودين برشة بحضورها عيدة شكون هي عليش متكلمش قاعدة تقول أنا خفت خفت في الثلاثة حلقة لولا بعد شدث نيتو بعدك شدث نيتو الحقيقة تفردتوا بدي ويجيوني الأراء الإجابية الحمد لله آخر سؤال نختمو بيه أول سؤال يسئلو ستنزلفسكي للممثل يقول من أنت من أنت أروى الرحالي غير أنك أروى الرحالي وغير أنك ممثلة من أنت بتحب تعرف بروحك بشخصك بداخليتك حترت برشة اليوم آه يس حترت صرفية صرفية بحيرة أروى رحالي إنسانا نخدم في ميدال عندوش حتى علاقة بالمسرح أو التلفزة أو السينيما إلي هو أنا نخدم في شركة بريفي متاع جستيون في تونس في تونس وأروى رحالي إنسانا تحب حياتها بزي على الخدمة على المحبة على الصحاب على الفرحة والعائلة في الدنيا أقرب لك عيدة أو نسيمة أو محبوبة كشخصية آه كشخصية لأنها الأقرب الأروى أنا نسيمة نعرفها نسيمة أقرب لي من محبوبة الشخصية الشخصية التركيبة ذي أقرب لك في الحياة شكرا لك أروى رحالي نورتنا كلمة خيتهم لك أنت والله يعطيكم الصحة شكرا لك وفرحانا ياسر بالأصدق متاع المسلسل ومشي للإكيبال اللي خدمت معها في رجوج شكرا على التجربة على عشتها معك فما حضور مسرحي أو غيري نجمو يلقاوك فيه قريبا إن شاء الله على قريب في تياتر ستوديو عنا عمل مع سي توفيق جبيل آي ما زلنا ما بدينيش فيها ما على قريب إن شاء الله إن شاء الله كل التوفيق لك أروى رحالي كل الشكر على الشخصية اللي قدمتها لنا واللي أكيد الصومة البوكم شافوها وتفعلوا آآ جيد أنا أجدتك رسالة من بعض الصومة البوكم ولا ترى هذي سؤال بمهم بكيش نسيني ترى شنية رأيهم اللي وصلوهولك آآ وصلو لي آآ وصلو لي اللي هما فهموني فهموني وفهموا أنا شنية مشاكلي وفهموا عائلتي وهم فرحانين برشا وآآ وصفيين اللي خدم معنا آآ معتها صحاب وتفرجوا وبعثوا لي برشا ميساجات ديجا بارتجيت كلكو ميساج مع عبد الحميد برشنيق شكرا أروا راحالي شكرا لكلناس اللي تابعتونا في كلام رمضان لانتريفيو وحنا موصلين معكم حتى لنصري لبعد شوية زهر المشير جوي شخصية آمنة في الفلوجة تكون حاضرة معنا في كلام رمضان لانتريفيو